كان برضو من ضمن الأسئلة وفاكرة أم محمد هرجع لك كان أخت خديجة بتسأل إنه هاخد التليفون بس خديجة كده بسرعة بتقول تقدم لها خاطب رجل ميسور ذو أخلاق جيدة الفارق بينها وبينه حوالي ما بين 9 إلى 10 سنوات فبتقول أوافق ولا لا أوافق والفارق في السن هل كبير ولا؟ المسألة دي نسبية يعني هيحكم فيها أهلك وحيحكم فيها كذلك أنت وأنا دايما بقول لفتيتنا وبنتنا السرعة مش عايزين سرعة في القرار ومش عايزين العاطفة فقط هي اللي مثل هذه المواقف العاطفة مع العقل بمعنى إنه فيه قبول وفي نفس الوقت أدرس ممكن يكون إنسان كويس وأخلاقه طيبة ويتخليني أتغاضى شوية عن مسألة الفارق هو فارق يعني لا شوية ولا كتير قوي يعني معقول يعني طبعا أنا ما بفضلش الفارق الكبير لكن في مثل هذه الحالة ممكن يكون شخص كويس يخلي البنت أو يخلي أهلها كذلك لأنه قرار الزواج قرار بينكم أنتو الاثنين لابد إن الأهل بيقروا هذا الأمر وليك بمعنى صح وكذلك إنك أنت يكون فيه قبول لهذا شخص ولكن رأي كذلك في هذا الأمر فيكون أمر الزواج إتمامه بالجمع بين الرأيين رأي الولي وأهلك وكذلك رأيك في هذا الأمر فادرسي قبل ما إحنا نحكم عليه ممكن بعد الدراسة تجيديه لا أنت مش قادرة تتجاوبي معا حسا بفارق ممكن بعد كده ما تحسيش بفارق بس ما نتعجلش هو ده الشيء اللي أنا بس بحب إنه أنبه عليه اشتركوا في القناة